خدمة الصادقة رتبوا مع أبناء نورك بيعة الأحبار ومدعهم بنعمة أسرارك المجيدة التي خدموها في رفقة الأنبياء والرسل والأحبار والكهنة القدسين ويدفعوا معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك ورحق القدوس إلى الأبار آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 طوبى لأخياء الكلوب لأنهم سيعيدون الله طوبى لفعل السلام لأنهم سيدعون أبناء الله طوبى للمطهدين من أجل البر لأن لهم بلكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم واتهدوكم وافتروا عليكم كل سوء من أجلك افرحوا وابتهجوا لأن أجلكم عظيم في السماوات فهكذا الطهد الأبلياء من قبلكون هذا هو الحقيقة حقا والأمان لجميعكم المسيح يسور التسبيح والبركات المسيح يسور التسبيح والبركات ماذا لله؟ هداية أخيتي الأحبة بنجدد تعزينا الخارج العينة المدخوم خانا الفوري موسو شبان الفوري اسمع أبونا تلكم لعياتنا واسمع أبونا البنين للأسل تفيد لكم معنا الغيلي مريس بأكيد نعزيكم نعزي العينة ونعزي كل اللي عم يتابعونا عبر مسايل التواصل الاجتماعي من المدين خاصة الأبراهي أخيتي الأحبة أضع الأدس لأبونا الثاني أننا أحنا شيء الذي أجدنا لأبونا عبر يوسف الذي أدسته أدس الكهلة وأحنا شيء نقرأ له أن نشيل التطويبات كأنه الحدس هو هكذا اليوم لأنه كل التطويبات يتطبقوا على أبونا يوسف أنا لم أكن أحيس وقد أتطرحت علي أن أعاده 16 ما كنت تخيل أنه سأأتي اليوم في أستراليا وبعد 7-8 سنين وأكون عم أدس خلاحة نفس بونا يوسف أكتأت فيه وقد أستمعه دورين من الاثنين قبل أبنا جيدك نبعني شدياء وشميس يراحب فيه بكل محبي وبكل بسمي وما بنسى تأتيت فيه قال لي اشتقنا لك أنا كنت أجي معه لعدز معك أبونا عشان يمينا يغضو معه وبنفس العين شفت بها الكهن المتزوج البساطة والمحبة والروح الكاملاتية الأخوية الحقيقية كل شيء رب وصفه بالتطبيبات كان هايك أبونا يوسف عايش كل حياته انكبنا صحاره لكلمة ربنا بمجانية وبعطاء كله أبونا يوسف ابن أبرشية صايدة لبن عزي الله وكمان ابن خادم بأبرشية صاربة البطرياركية المانونية خدم أربعين سنين خريجي أردكية كامسادي وصديق عزيز من فرد فوج وابونا سنعين البطرياركية الضائعة اللي عايش معاه خاصة إيام الحرب كانت صعوية دي نرجع ضائعته كان يوم الحرب لذي وقت معبولة سنعين وبنى عريقة وطيدي عريقة محبة بها الضائعة لدرجة انه حتى صار فيه مصاهرة مع العيدي من وراء والأبونا تزوج البطرياركية بريح رب عيدي كون من الأربع أولاد انتين مشابين أولاده الأربعة تعلمين وفهمين وبنرفع الراس بهم كانت تزوج حتى يدبر عن جد بيته قبل ما يدبر كنيسته هلأ إذا بيضع هذا الأنجيل مع هذا اللي بيقوله هلأ بيطلع عريقين على الأرض أي خشي بقول الرب طوبى لكم إذا عيروكم واتطهدوكم وافتروا عليكم كل سوء من أجلي ليش؟ لأنكم مسيحية حمين اسم يسوع ولأن المسيحية بلد بريح محمين اسم يسوع وشو صح فيهم؟ هجر لأن الحمين اسم يسوع فأيضاً بهذا الأنجيل في حياة بنا يوسف ولفتني وهذا اللي كان متررحان عم يعمل الله أصلاً لأنه كان من أخر اللي فالهم بريح أصبوط؟ وبس فالهم تأكد أنه يأخذ معه سجلات الزواج والسجلات العناد والسجلات الوفاة وخذنا بأيدي وكيسي الباب قبل نترك الكريسي هذا كورين هجر ولكن ليس هجر معه هجر عن الريح الكريسة لأنه عبدانين لأنه خدم رايته وباعته وأهله وشعبه بكل أمني هذه البطولة هذه البطولة بطولة خوارنتنا تفعل حياتهم بأربع لكن ماذا نفعل ما نفعله نحن عايشين فيها؟ وقالوا مني كيف كانوا عايشين أيام الخارجة تهجر أكيد وإجر قاعد بأبل 20 صندوق البطولة بشأن الله كان في قول العيد ما شاء لي أبو نيس استقروا عنده ومعايته وقاعد لأبونا 40 سنة تحت كنيسة أخير أخير مجوز وأربع أولاد هو مرتل وأولاده تحت الكنيسة إلى الشي شو يعني؟ يعني كل العائلة عم تخدم الكنيسة بيقولوا عليهم ونحن دعايلونا أنا أولادين أخواني الجوزين ونعرف لأي مني أنت أخواني الجوزين حاملين بطيخين لا يا أخوتي نحن ومسويننا حاملين بطيخة واحدة الكنيسة نحن وعياتنا حاملين الكنيسة وأبونا يوسف هاك وإذا نذكرنا شيء نحن يلي دعوتنا نكون كعنا المتساوجين بيطلب مما نكون هاك نحن وعياتنا حياتنا كل هذا بيخدمت التكنيسة أكرمنا يوسف رب أربع أولاد لا شكر كل العالم تحي فيهم وكل الناس يتفتخل فيهم عايش حيات بسيطة ومتوارقة ولا مرقلة طلب فيه من حدا خدمته كانت بطبي بساطة كله أصابوا المرض بعد خدمة طويلة أصابوا المرض وعين الأمران خاصة السنتين الأخرتين ولكن حمل مرضه بصمت حمل صديقه ومشي ورا الرب حمل معرض روحانية الكاهن وروحانية البي وروحانية الخي وروحانية الخال والعم هو اللي مخل حدا يعتق على بشي هو اللي كان عبد الشع نور المسيح بكل الناس أمير عمير وطاع أستراليا بدنا تشوفها بيجيبوا متل ما جاءوا مع شر من الأم وقالوا إذا نشعون هو كبس صمم التال بالتأم هذه الحانية المسيطة روحانية الإنسان يالي وسئل بالخيات الأبنية ونحن كل خياتنا منعيش لنخدم الحياة لنصفة الخيات الأبنية إذا مش عون بالسامن وقبل أخياته وقالوا زوجته وقالوا يومين ثلاثة انه شايف مرشانه والمطرة بمنامه وقالوا كلمة واحدة هونيك أحمر هونيك أحمر هونيك أحمر هونيك أحمر هونيك أحمر 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 في آخر الزمن التقصي والكثير بتاعني للخبرة أنه يبالج السنة التقصية نحن هلأ 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 أصبوع من الزمن التقصي هلأ أصبوع الجديد أنا أراد نبالج سنة تقصية جديدة يو سيزم نيح؟ نبالج باحد تقديد هلأ أم نخدم السنة كلها السنة التقصية كلها كأنه عندما قال أنا خلصت خدمتي كلها السنة وبيح الشبعة طال أمام السنة الجديدة معروة والليلة بلايلة أي جمال الابديسين عم نقدم كمين على الإبديس لأنه جمال الابديسين من عائده لتذكر الابديسين اللي ممنعرفون وأكيد أبونا يوسف هو منها الابديسين اللي ممنعرفون اللي حمله فرح المسيح وخب المسيح وخدمة المسيح وكرسوا حياتهم للرب كل حياتهم هو الليلة أكيد مع الأمرار والصدقين وبيح وعم نعين وعم نشوف الابديسين توفي عن عمر تسعة وستين سنة بستة وعشرين الشهر ستة وعشرين عشرة ورجع بعد عمره الطويل من دفن إلا ببالته بكنيسته وفي الكنيسة اللي خدمها واللي خلص لها مدخيتها واللي ضحها كثير كلمة لها ما دفن أنا بكنيسته مر بيس لحي بالمطيلي ببريح وباليوم رجع عدد رجع ضائعة ورجع لعن بينك السبابة الله يرحمه ويرحم كل موضوع والمسيح طام ونحن شهود على هذه القيامة نؤمن بإله واحد كانت نبضا في قولا كانت نبضا في السماء كطورا كلما مجرور من الهتمام وقرأ المرحن في السبابة وفي السباب المسيح اشتركوا في القناة 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 وزاد على ذلك هذا الإطاق قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار أذكروا موتي ودفتي وقيامتي حتى نشيء أذكروا موتك يا رب ونعا تنبوذ قيامتك ونغذر مجيئك الثاني ونغذر من فرحك ورحك ورحك ونسألك نغذرة الخطايا فللأشملنا وعنوك كلنا لن ننسى يا رب العجيبة في تدريك الخلاص والعيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل الإنسان بحسب عماله فلذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي الطرح يا رب عمنا يا رب العباء وطاقك تنفشتك عمنا حدو أيضا يا رب أبناءك الخطا بما نخد نعمك نشكرك عنا ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمشي إياك نبارك لك نسجد لك نعترف من فرط فالشقاء عمنا والحمنا وإستجدنا ما أنهبها ساعة حداء ينحضر فيها الروح الحير الكدوس ويحل على هذا الكربان الموضوع لتطبيسها فاللطف مصرين خاشعين يا رب اخترقك بناءه بكل مراتك وارضع هذا الكربان بحلول روحك الكدوس المنبذك من طالما الآبا برازريته والآخذ من ابنك بجوهره استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك العلم الكدوس ويحل علينا وعلى هذا الكربان كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ويسعنا بكلونه هذا الخبز جسد المسيح الهينا آمين ويجعل نزيج هذه الكرس دم المسيح الهينا آمين آمين جسد المسيح الهينا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر والحمد للسؤول القتسين بالكمال والنقاوة والقضاسة حال الوحيد القدوس إيد الوحيد القدوس روح الوحيد القدوس فهلك يا رسم الرد لأنه الوحيد في السماء وعرض له المشرق إلى البار أهلنا أيها الرغم لله أن تتقنس سالما في سديك القدوس وتتبقى القدوس بذلك الأفر وليأكد تنظر بمكفرة تحقيق وللخلاق الجميلة يا ربان الله إلا أنك المجزء وإلا تلك للحمد للبد وليأكد تلك من يلاحنا اشتركوا في القناة 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 ومن المترجم للقناة بين 8 و 45 و 29. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة